من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة إلى الدنيا الثانية والرغاب خدودا جوة يوم الحساب أخت فاضلة عندنا في مدينة المنصورة غاب زوجها لسبب من الأسباب وهي أسرة فقيرة جدا ورزقت ببنت في سافر زوجها ثم تقول لي في ليلة من الليالي مرضت البنت وبدت إلى جوارها أضع لها كمدات الماء على رأسها وجبينها لأنني لا أملك قيمة الدواء فضلا عن قيمة العشاء وهي في بيت أبيها تقول سبحان الله أصلي ركعتين وأدعو الله عز وجل وأضع الكمدات على وجبنتي وهكذا إلى بعد الواحدة ليلة تقول وإذ بالباب يطرق فأسرع والدي وأسرعت خلفه فقال الوالد من؟ فإذ بالرجل خارج الباب يقول الدكتور الطبيب طبيب؟ طبيب مين؟ يقول ففتح والد الباب وأسرعت خلفه بحجابه فرأينا طبيبا يمسك حقيبته السلام عليكم عليكم السلام فين البنت المريضة؟ بنت المريضة فضل فضل يا دكتور دخل الدكتور كشف على البنت كتب فروشيتة الدواء ثم أقف خارج الباب وانتظر بعدين طالت الوقفة فإذ بالطبيب يقول لأمها بسرعة يا وقت شوية قالت ماذا تريد يا دكتور؟ قال أريد قيمة الكشف قالت والله ما معي والله لا أملك قيمة الكشف لقد بدت أنا وأبنتي وأبي بغير عشاء فغضب الطبيب قال أنت ما عندك حياة ما عندك سوء؟ ما معكش قيمة الكشف تتصل علي بعد الساعة واحدة بالليل ليه؟ وأقرب من بيتي بعد واحدة ليلة ليه؟ قالت والله يا دكتور أنا أسفى أنا ما تصدش حضرتك أنا أصلا ما عندك تلفون قال الله هي دم الشائط فلان قالت لا دا الباب لجنبنا فوقف الطبيب وقال لا 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 إذن والله ما أخرج لله إلا لك فأخبريني ما قصتك فبكت وقصت عليهم ويا أسر مؤمنة تدينة فخرج الطبيب فأحضر الدواء بنفسه وأحضر العشاء بنفسه وجعل للمرأة وابنتها وأبيها راتبا شهريا ولم يقطع هذا الراتب حتى عاد زوج المرأة فعادت بزوجها إلى الطبيب وقالت الحمد لله لم نعد في حاجة إلى الراتب تقول لي ونحن أسر فقير جدا فكنا إذا ضاق بنا الحال أداعب زوجي وأقول له ما تسافر عشان ربنا أرزقنا من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له رب إني لك عدت من سواب فيه تهتو وعلى وفيه شضايا ندب فيه انتهيت وتلاشت في سواب